فمنذ وصول منتج بحريني محمد التورك لبلده البحرين والجميع يتساءل عن كيفية السماح له بالصفر خارج المغرب بالرغم من متابعته بتهم تقيلة كالتحريض على الفساد والصرقة رفقة فتاة تدعى وصال وفي هذا الصدد أكدت المحامية شفيقة البكري في الصريح أن المحكمة الابتدائية بمراكش لم تمنع محمد التورك من الصفر ولم يتم إقفال حدود في وجهه لسيما وأن المصطر القانوني تسير بمبدأ قارنة البراءة أي أن المتهم أو المشتبه به بارئ حتى تشبت إدانته بمحاكمة علنيا ووضحت المحامية شفيقة البكري أن زوج فنانة دونيا باطمة متابع في حالة صراح مع كفالة مادية ملفت الانتباه إلى أنه في حال تغيب على الجلسات المقبلة من الممكن أن يتم تأخير الحكم في الملف إلى حين حضوره أما فيما يتعلق بالعقوبة التي ينص عليها القانون المغربي في التهم المتعلقة بالتحريض على الضعارة والصرقة كشفت المحامية مريم جمال إدريسي على أنه جرت العادة الحكم من شهرين إلى ستة أشهر موقوف التنفيذ هذا في حال إتباع التهم وعرض الأدلة على المحكمة ويتابع المعنيون بالأمر بالتهم التحريض على الفساد والصرقة والتقاط والصوير مقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم